ملتيش ليه الكسكوس السريع عايزين نشوف الترند الجديد طب يلا بينا يلا تعالوا نعملوا الكسكوس الترند الجديد عملنا مع بعض عبلكده الكسكوس الفلاحي بالطريقتين بالكبة وكمان بالمنخل وطبعا الطريقة كانت مضمونة 100% والحمد لله بصوا بقى ستة بالنسبة للكسكوس بتاعليه من دول حتجيب معلقة من الزبدة ويا سلام بقى لو زبدة متكونش يعني غالية قوي ماشي افهمينيها بقى انت وابدقي حطيها في الطاصة او في الحلة صغيرة وانزلي بكباية صميت واحدة عشان خاطري جربي في كباية واحدة بس اسمعي من نختك هي كباية واحدة كباية من صميت البسبوسة وابدقي ايدك بقى فيه التقليب كده لحد ما يسخن معاكي اما يسخن معاكي ما تيجي تنزلي بالمية حيعمل معاكي صوت التشع كده يعني الوصفة معاكي ماشية مية مية هتبدأي تقلبي فيه بعد ما تنزلي بالمية كباية الصميت عليها حوالي كباية وربع مية وتفضلي تقلبي كده بتلاقيه طبعا الكع معاكي وعمل عجينة ما تقلقيش حطيت في بطني بطيخة صيفي زي ما هما كانوا بيقولوا ما تقلقوش استمر في التقليب استمر في التقليب هيبدأ يحل معاكي ويفرفر معاكي طبعا اكتر من تلت ساعة وانا شغالة في التقليب زي ما انتوا شايفين النتيجة نزلته من على النار ولا فرفر ولا يعني عمل اي فرفرة ولا اي بربرة معلش متزعلش مني لان انا طبعا باكلمكم بمنطهة الصراحة لان انا اللي شغالة وطبعا واحد بيبقى متضايق لما بيبقى شغال في حاجة عارف ان هي مش موجودية طبعا طلعت معايا بالشكل دوت قلت ماشي هما فضلوا يقولوا يقلبي 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 اخر مزهقت قلت تبصوا فيه البعض جاي بالكبه فمتيجي تبينوها يلا حطيه في الكبه بس طبعا مش هنفع حطه في الكبه وهو صخت عشان هيعجن زيادة سبته لما برت خالص حطيته كده وفضلت اقلبيه لحد ما برت خالص على امل ان هو هيحل طبعا اللي قال عشر دقايق وتلاقيه فرفر طبعا ولا فرفر ولا اي حاجة هنا جبت الكبه وبدأت احطه في الكبه طبعا انت على قد الكبه بتاعتك بس طبعا ما نصحكيش لو بتحب التجارب وبتحب عادي مش هتزعلي على اي خسارة يعني مع انك لو عملتش الكبه دي بس بوسة هيبقى يعني افضل المهم حطيته في الكبه وبدأت اضرابه في الكبه اضرابه قدامكم علشان كل الخطوات تبقى قدامكم زي ما انتوا شايفين كده هو بدأ يفرفر معايا في الكبه يعني ابتدى يخرص يديني شكل الكسكوسي الفلاحي اللي احنا بنعمله بتجيب فرحت بيني وبينك وقلت الحمد لله اهي بدأت المكنة تطلع وماشى قلت فيه به كده بالمعلقة قلبي ما تطمن لهوش لانما يا دوبك حطيت في قلبه المعلقة يعني الشكل رجع كما كان بدأت اضرابه تاني في الكبه قلت طب ما تلمسهوش بالمعلقة واضرابيه في الكبه وفضيه كده من الكبه على الطبق على طول هنا انا قلت ادي له ضربتين تاني بالكبه طمعانا ان هو يديني الشكل النهائي بتاعي الكسكوسي بتاعي كفاية يا نوه بطلي عجن فيه يعني انا دلوقتي بسايسه انا عايزاي فرفر عايزاي اديني الشكل الحمد لله في الاخر اداني الشكل النهائي اللي هو بيقول ان انا كسكوسي يعني هو متنكر في شكل كسكوسي تمام هنفضي دلوقتي في الطبع انا لسه كل ده ما دقتوهش هو دلوقتي خلاص اديني الشكل الكسكوسي من بعيد كسكوسي وشكله حلو قوي ولونه كمان حلم طبعا هعمله معاملة الكسكوسي وهحط له السكر وهحط له كمان الزبيب محطتش بصراحة مكسرات قلت شوية المكسرات سيبيهم بلاشت حطيهم لما تشوفي الاول القصة ايه يعني بلاشت بقى الخسارة فادحة خلينا في الزبيب وشوية السكر البودر ومعلقة الزبدة وكوباية الصميت حلوة قوي كده كفية كده ايه لحد ما نجرب دقتو طبعا يا جماعة بصوا هو طبعا ملوش علاقها بالكسكوسي خالص عشان نبقوا متفقين ده لو بتحطي تعليش شربة عجل يعني ما تقوليش ان انا هعمل لي بطاية حلوة او شوية شربة لحمة وكلهم بها زي ما احنا متعودين لا انسي هيبقى بلوزة مشي بمجرد ما بتحطيه بقىك هتلاقي بالشكل ده بصيقة يعني انا مينفقش طبعا مورهولك ازاي وهو بيتاكل بس ده اللي انا ورتهولك اللي انا ورتهولك هو اللي حصل اثناء الاكل عجين بكل امانة وبكل صد بمجرد ما لمستو المعلقة اداني المنظر ده موسيقى